على مدى ساعة من الزمن أكثر من سبعين موسيقيا قدم 12 مقطوعة موسيقية فأحيو بها الموسيقى من تحت رماد الحرب على أرض حلب القديمة لنتوسع بالحديث عن الحفل الموسيقي اللي شهد حضور واسع معنا من محافظة حلب الأبلياس جانجي رئيس جوقت نارجاتسي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يهلا صباح العور صباح حلب صباح المصر الدائم أكيد أكيد أبونا يسعد صباحك أكيد بدنا نحكي قديش من رماد الحرب حلب نبضت بالموسيقى هذا كان عنوان الحفل الأول منذ أكثر من خمس سنوات خبرنا أبونا أكثر عن هذا الحفل صراحة هذا الحفل كان عبارة عن حلم حلم لكثير من الناس يجب أنه بقيمة الوطن بقيمة حلات وبنفس الوقت بقيمة الأخلاق اللي ممكن تمشينا كسوريين بالمستقبل بعد الأزمة الكبيرة اللي عشناها فأكيد نحن رسالة اللي ممكن الأولى هي من خلال الموسيقى من خلال هالفن من خلال القيم اللي مش هالك الأوروبا هي اللي تعطينا لها وإنما نحن اللي منعيشة انطلاقا من الشيء اللي نترضينا عليه فكان الحلم وهالحلم كان حقيقة من خلال 30 شخص من خلال الكورال اللي آمنوا معي بهذه الرسالة مرنا تحت القذائف أبنا تتحرر حلب كانت في كثير من القذائف كانت في كثير من قطع المي والتهربة والوضع الأمني الصعب ولكن إرادة الحياة هي هي التي بتخلينا نستمر وإنما نشي فانشانين كان هالحلم وهالحلم تحقق مع أوركسر اللي أجد أيضا من الشام من خمسة واربعين عازف ورادت بكلمة وحدة مع حلب تقول أنه نحن بعد نعايشين هدف المشروع كان جمع مدينتين مع بعض حلب يلي عاني تكثير ودمشق يلي للأسف بعد اليوم عابت عاني ببعض مناطقه حتى نقول أنه نحن كأطياف الشعب السوري وينما كنا وكيف ما كنا نحن عبارة عن شعب واحد بيجمعنا حلمنا بيجمعنا الشيء الحلوي يلي ممكن أن نعيشه بحياتنا ولكن من خلال المسيئة لأنه نحن مسيئيين بالأخير أكيد يعطيكم العافية وتحييتنا أيضا لكل العازفين اللي كانوا مع حضرتك يعني أكثر من سبعين عازف أبونا ضمن الحفل كيف قدرت أنه تقود هالعدد بكل هالتناغم والحرفية أولا كان في تمارين يصير كثير أكيد وأنا طلعت عالشام عدة مرات وكنت بيتواصل مباشر مع أورتيسرا دماشق بتمارين خاصة واحتلافية بديد أقول أنه موزارت The Great Mass of C-miner يلي أقدمناه هو عمل سهل يعني اليوم بسوريا كان بيتأذم منه بعض الأجزاء ولكن لقد عنده الجرأة حتى يقدموا كله بشكل كامل بطريقة تضاغي الفن الأوروبي نوعا ما والطريقة يلي بيقدموها فيها الأوركسترات الأوروبية ولكن مثل ما قلت كانوا عبارة عن حلم تحدي بنفس الوقت كيفما أبناء الشعب في حلب رادوا أن يتحدوا كل شيء موجود فيه ويبقوا بوطنهم ببلدهم ويقولوا لا هذا بلدنا ما بدنا نطلع فيه نحن كان عبارة عن أيضا حلم لكل هالناس يلي شاركوا من خلال احتلافيتهم من خلال موسيقهم من خلال تمارينه المكثفة أيضا وأكيد قبل بن هارين من الحفل أجل الأوركسترات لحلب وصافي تمارين مشتركة مع الزوغة ونشكر الله بطريقة نوعا ما بدنا أقول أنه ميحة برنا نقدم الشيناد الزوغة تمام أبونا يعني كانت مشاركة لجوقة ناري كاتسي خلال حفل الأوركستر دمشق كانت بقيادة الفنان محمد زغلول خلينا نحكي عن هي الثنائية ضمنها الحفل الموسيقي الكلاسيكي أستاذ محمد زغلول هو من أحسن الناس الموسيقيين الموجودين بالدلد يلي أيضا في عندهم هدف لقدام يلي في عندهم هدف أعمار الموسيقى مثل ما لازمه إجسالة لكل منزل هو أكيد بنفس الوقت مدير المعاهد لكل سوريا المعاهد الموسيقية لكل سوريا فهذا شرف كتير لأكتير لألي أنه متعاون مع بعض لكده أسس الأوركستر بالشام كافي عندهم عدة نشاطات والنشاط الأول اللي صار هو من سنة وجينا لدار الأوبيرة وكنسة الزيتون وعملنا رجل ينزمون ناس أيضا فهو عبارة عن تعاون عمره سنة ولكن هي أكتر صداقة هي أكتر أخوة بيني وبينها الشخص العظيم يلي آمن بنفس الحلم يلي عندي رسالة يلي عندي صحي أنا رجل دين أنا خوري كاهن ولكن مش إيماني هو فقط إيمان يعتمد على الممارسات الدينية والصلاوات والشلاء في أيضا عبارة عن رسالة يجب أن تقدمها للمشتبع أستاذ محمد جغلولو والأشخاص يجب آمن بهذه الرسالة وقدرنا نمشي مثلها بيقولوا إيد واحدة ما بتتفير فكنها الإيد تاني اللي عم نشتغل فيهم وبعد أكيد وكانت رسالتكم حملت رسالة وطنة بالموسيقى وكانت حالة بعض تنبط بالموسيقى أنا أبدأ أشكرك طبعاً أبونا لياز جانجي من محافظة حلب كل الشكر والتوفيق لكم والسلام لحلب وتحييتنا لأهل حلب أما نسير ألكن على تقصيركم هذه الحدث المهمية لأخذ رجل إعلامية كثير كبيرة وإن شاء الله نلتقى مع بعض بعد شهر بيدار الأوبرا أو بأي محل تاني بالشام لنجعل نقذلنا السلام إن شاء الله شكراً لك أبونا وإن شاء الله يا رب بنصر سوريا كل من بعد حلب شكراً لك شكراً لك